إذا صدر العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز أمراً بعادة لتشكيل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وذلك بتعيين 150 عضواً في مجلس الشورى لمدة أربعة سنوات برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد دال الشيخ كما تضمنت الأوامر تعيين مشعل السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى وحنان الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى كما استمر تمثيل المرأة لهذه الدورة بعدد 30 عضو من أصل 150 عضواً لمجلس الشورى للحديث حول هذا الموضوع راح بضيفي لهذه الفقرة الدكتور إبراهيم النحاس عضو مجلس الشورى السعودي مرحباً بك دكتور إبراهيم أولاً كمدخل هذا الحوار هذا الاهتمام الكبير من قبل القيادة بمجلس الشورى والمتمثل بالكلمة الدورية السنوية التي يلقيها خادم العرمي للشريفين والإشراف المباشر من قبل خادم الحرمين على مجلس الشورى كيف ترون أنتم كأعضاء لمجلس الشورى هذا الاهتمام؟ نعم هو اهتمام القيادة السعودية في وقتنا الحالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وامتداد لاهتمام الدولة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز وحتى عهدنا الحاضر وبالتالي بصفة مجلس الشورى مؤسسة رسمية عالية المستوى صدر لها نظام ملكي يحدد صلاحياتها والمسؤوليات التي تقع عليها وبصفتها أيضاً مجلس يعتبر مجالسة التي تشريعية والتنظيمية والرقابية في الدولة السعودية يأتي اهتمام القيادة على هذا المستوى العالي سواء في التعيين لأعضاء مجلس الشورى وحتى بالصلاحيات الممنوحة أو حتى كما تفضلتم بالخطاب السنوي الذي يلقى أو يلقيه خادم الحرمين الشريفين من منبر ومنصة مجلس الشورى تعبير عن اهتمام وهمية هذا المجلس في السياسة السعودية وأيضاً في السياسة الخارجية للدولة السعودية عندما يمثل الدولة في المجالس البرلمانية العالمية على مستوى العالم نعم دكتور مرهيم ربما أنتم كقطاع هذا الجهاز أو هذا القطاع مجلس الشورى من أكثر القطاعات جدلاً في المجتمع ربما الكل أو لا نقول الكل الغالبية العظمى يجهل مهام عضو مجلس الشورى الفعلية إن كان من إضاح دكتور إبراهيم لمهام عضو مجلس الشورى الحقيقية والمطلوبة من خلال هذا المجلس نعم هو كما تفضلت الجدال أو الطرح الإعلامي الكبير الذي يصاحب مجلس الشورى هو نتيجة لأهمية هذا المجلس في الحياة العامة والحياة السياسية للمملكة العربية السعودية لأنه يمس أيضاً المواطن السعودي بشكل مباشر في كثير من المسائل التي تعلق بحياته اليومية الاهتمامات التي يعمل عليها هذا المجلس هي في الجوانب التشريعية بشكل عام لأنه مجلس تشريعي ومجلس رقابي يمس أو دعني أقول يشرف الرقابة في المسائلة جميع الوزرات في المركبة السعودية الخدمية وغير الخدمية لا استثناء في أي جهة حكومية وبالتالي يأتي هذا الجدال من هذا الجانب مجلس الشورى صلاحياته كبيرة جداً فيما يتعلق بإستر الأنظمة وإستر القوانين مراجعة اللوائح وغيرها وأيضاً مراجعة التقارير السنوية لجميع الوزرات في المركبة السعودية والهيئات سواء السيادية وغير السيادية وأيضاً دور آخر وهو مهم جداً في المجالات الرقابية أنه يمارس الدور الرقابي أيضاً على جميع الوزرات وأيضاً في المور المالية فيما يتعلق بجميع المسائل الرقابية وبالتالي هو مجلس تشريعي مجلس رقابي صلاحياته كبيرة جداً المسؤوليات أيضا عليه كبيرة جدا نظامه الأساسي الذي صدر به عام 1412-1992 يوضح هذه المهام وهذه الصلاحيات وهذه المسؤوليات التي تقع على مجلس الشورى وبالتالي طبقا أو اعتمادا على هذه المسؤوليات الكبيرة جدا والصلاحيات يقع أيضا الجدال الاجتماعي لأهمية هذا المجلس في الحياة العامة للسعودية وبالتالي المواطن هو يعلم هذه الصلاحيات فيبقى أيضا الدور كبير جدا على هذا المجلس في خدمة الصالح العام نعم دكتور إبراهيم قبل أن نواصل لحديثنا دعنا نتعرف على الأدوار التي يطلع بها مجلس الشورى السعودي وصلاحيات المجلس بشكل نعم موسيقى دكتور إبراهيم ربما هذه أهم الصلاحيات لمجلس الشورى والمهام ولكن نتسأل الآن بعد أن شهدنا التشكيل الجديد لمجلس الشورى المعتاد مثل هذه التغيرات الآن اختلاف دكتور ملاحظ في مختلف الأعضاء الفئات العمرية التخصصات الاهتمامات هذا التنوع إلى ماذا يضفي دكتور دعني أقول النوعية التي تطلع عليها القيادة لتمثيل أنه يمثل هذا المجلس جميع فئات المجتمع السعودي وجميع أيضا الاختصاصات والاهتمامات التي تتعلق بالمواطن وتتواكب أيضا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 لتلبى ويعمل بها على أرض الواقع بشكل تنظيمي نعلم بأن نظام مجلس الشورى يحدد من يعين أن يتجاوز الثلاثون عاما فما أكثر وبالتالي أعطى فئة كبيرة جدا أو شريحة كبيرة جدا من أبناء المجتمع أن يمثلوا سواء من فئة الشباب إذا ما قلنا ذلك أو حتى من الفئة العمرية وأيضا جانب آخر وهو تمثيل جميع مناطق المملكة لذلك تجد من أعظام مجلس الشورى من يمثل جميع مناطق المملكة أو المحافظات أيضا والقرى التي تواجد على هذه الأرض الجغرافية الكبيرة المملكة العربية السعودية وبالتالي هذا يعطي مؤشر بأن القيادة الكريمة حرصت حرصا شديدا أن يكون هذا المجلس معبر حقيقي عن اهتمامات واختصاصات المجتمع بشكل عام والخدمات التي تقدم ويأخذ جانب آخر أيضا وهو أن هذا المجلس أيضا مجلس يمثل الدولة المملكة السعودية أمام برلمانات العالمية وبالتالي أيضا هذا جانب آخر يقع على مجلس الشورى وبأعضاءه يمثلون جميع هذه الاهتمامات والاختصاصات نعم يعني عفوا دكتور المقاطر لكن سمحت لي في ختام هذا اللقاء دور المرأة في مجلس الشورى ملاحظ بتقريبا الخمس من المجلس بثلاثين عضو للمرأة ما الذي تشكله المرأة وتضيف لكم أنتم كأعضاء نعم هي المرأة تضيف الكثير والكثير حقيقة والقيادة الكريمة سنت هذه السنة الحسنة بحكم أن المرأة 50% من المجتمع وبالتالي أثبتت المرأة خلال الدورتان الماضيتان جهد كبير جدا ومسؤولية كبيرة جدا وإضافة كبيرة جدا لمسؤوليات ومهام مجلس الشورى وأيضا حتى في الأمور التشريعية والرقبية التي ساهمت بها تحت قبة مجلس الشورى حتى وصلت لهذه المرتبة الكبيرة جدا وهي مساعد رئيس مجلس الشورى بعهد جديد ونمط جديد وأيضا دورة جديدة وهذا يثبت بأن المرأة أضافة الكثير والكثير ويعطينا مؤشر آخر أيضا بأن القيادة السعودية حفظها الله دائما ما تولي المرأة الاهتمام الكبير جدا وأنها إضافة للمجتمع على جميع المجتويات والجميع أيضا المجالات التي تمثلها وهذا يعطي أيضا مؤشر جديد جدا أمام المجتمع الدولي بأن المملكة السعودية دولة مسؤولة ودولها قائدة تجاوزت برلمنات كثيرة جدا وعريقة جدا عن المستويات الدولية أن وصلت المرأة للمستويات القيادية وهذا ما لا تجده حتى في الدول التي ترفع شعارات المرأة والديمقراطية وغيرها وهذا يعطينا مؤشر بأن الثقافة التي تبنتها المملكة السعودية الثقافة الإسلامية هي التي تسير عليها وتعمل عليها بما يخدم الصالح العام وصالح المجتمع نعم شكرا لك الدكتور إبراهيم النحاس عضو مجلس الشورى السعودية كنت طيفا معي لهذه الفقرة شكرا لك